اشتركوا في القناة اليوم الاستشعار عن بعد استشعار عن بعد هذا درسنا اليوم نبدأ بسم الله الاستشعار عن بعد حيكون درس شوي معنا فيخلك معايا ما هو الاستشعار عن بعد هو علم دراسة الظواهر الطبيعية والاصطناعية علم دراسة الظواهر الطبيعية والاصطناعية عن بعد عن بعد بتقنيات حديثة بالأقمار الصناعية والطائرات هذا التعريف هو علم دراسة الظواهر الطبيعية والاصطناعية ظاهر الطبيعية مثال جبل، وادي، غابات اصطناعية مثلا مدينة، مباني، شبكة مياه، شبكة كهرباء، شبكات أرضية هذه المقصود بالطبيعية والمقصود بالاصطناعية يقول في السنوات الأخيرة بصد تقنيات جديدة تيسر معالجة المعلومات الجغرافية وعرضها فصار من الممكن تغيير خريطة من مسقط إلى آخر وتستعمل هذه التقنية الحاسبات لمعالجة الخرائط وتحليلها ورسمها وعرضها وقد أحدثت ثورة كبيرة في مجال الخرائط مما صاحب ذلك تقنيات جديدة لجمع المعلومات التي زادت في مقدار المعلومات التي يمكن جمعها ومن أهم هذه التقنيات التي ظهرت تقنية الاستشعار عن بعد اللي بنتكلم عنها اليوم وكذلك تقنية نظم المعلومات الجغرافية نظم المعلومات الجغرافية اليوم هنتكلم عن الاستشعار عن بعد وعن نظم المعلومات الجغرافية صورة لك للفائدة انظر إلى الكرة أرضية والأقمار الصناعية تحيط فيها من كل الجهات هذه حركة الأقمار الصناعية حول الأرض للتحديث مكانك اللي أنت موجود فيه فصار عند الاستشعار بعد هو دراسة الظاهرات الطبيعية والاصطناعية أدوات الاستشعار عن بعد ومكوناته أدواته الصورة هتشرح لنا شيء كثير عندنا مصدر طاقة أول واحد مصدر طاقة منصات حمل الأجهزة حتكون طيارة وحتكون مثلا قمر صناعي اللي يدرسون الظاهرة الظاهرة بنتكلم عنها مصدر طاقة منصات حاملة للأقمار عندك منطقة يتم فيها الإرسال والاستقبال اللي هو الغلاف الجوي بالإضافة الهدف المراد دراسته اللي هو الأرض الأجهزة التي تحلل البيانات أجهزة الحاسب الآلي فهذه هي المكونات مكونات أدوات الاستشعار عن بعد هنأخذها واحدة واحدة أول واحد مصدر طاقة اللي هو الشمس مصدر طبيعي طيب إذا ما في شمس منين تأخذ الأقمار الصناعي الأقمار الموجود في الطائرات تصوير تأخذها عن طريق الأشعة الكهرومغناطيسية المتولدة من الرادار الأشعة الكهرومغناطيسية المتولدة عن الرادار وعندنا مصادر صناعية اللي هي الأشعة هذه وعندنا الأشعة الحمراء فصار عندنا الطاقة نوعين عن طريق الشمس وعند طريق المصادر الصناعية الصناعية منين الشعة الكهرومغناطيسية متولدة عن الرادار أو الأشعة الحمراء فصار عندنا مصادر الطاقة لتعطي الأجهزة طاقتين طاقة شمسية وطاقة صناعية الثاني منصات أو مركبات لحمل الأجهزة الاستشعارية منصة أو مركبة لحمل الأجهزة الاستشعارية وش المنصة؟ إما قمر صناعي أو مكوك فضائي أو طائرة مثال الصورة اللي قبل قمر صناعي أو طائرة رابعا جهاز الاستشعار سينزون جهاز الاستشعار هو أداة يمكنها أن ترسل وتستقبل وتسجل الأشعة المنعكسة عن المادة المدروسة عن الأرض اللي بندرسها أو عن شبكة مياه أو عن شبكة كهرباء ترسل وتستقبل هذا الجهاز طيب وتقسم المشعرات اللي اهدت الأجهزة إلى كم عندها ثلاثة إلى كاميرات فيديو وكاميرات التصوير الجوي الفضائي كاميرات فيديو وكاميرات تصوير أجهزة قياس الأشعة الراديو متر ثالثا أجهزة قياس الطيف السيكترو متر فصار عندنا المستشعرات في الأجهزة ثلاثة إما تكون كاميرات فيديو أو كاميرات تصوير جوية أو فضائي أو أجهزة لقياس الأشعة تقيس الأشعة المرسلة والمستقبلة أو أجهزة قياس الطيف التي ترسل وتستقبل من الأقمار الصناعية هذا أول ثلاثة من أدوات الاستشعار نكمل هنا الثلاثة كذلك عندنا المواسح المواسح وهذا الماسح متعد الأطياف والماسح الغرضي عندنا ماسح غرضي أو الموضوعي محمول على متن الأقمار الصناعية طيب المواسح إيش تعمل تقوم بعملية مسح لمنطقة منتظمة من الأرض وأرسالها إلى الجهاز الحاسب الماسح يصور لك الأرض ويرسلها إلى جهاز الحاسب جهاز الحاسب وينه؟ شوف معايا يصور ويرسل إلى جهزة التحليل ما يحفظ الماسح الماسح ما يحفظ المقاطع والأشياء يرسلها مباشرة للتحليل طيب أطنى الرابع الغلاف الجوي خامسا الغلاف الجوي وهو مكان انتقال الطاقة الغلاف الجوي هو مكان انتقال الطاقة من المستشعر إلى الهدف الأخرة من الهدف إلى المستشعر يعني من القمر الصناعي إلى الأرض ينتقل بالشكل هذا ويرتد إليه فصار عندنا الغلاف الجوي هو مكان لحركة المستشعرات من القمر الصناعي أو الطائرة إلى الهدف اللي هو الأرض لدراسة الأرض وارتدادها مرة أخرى إلى القمر الصناعي أو إلى الطائرة فالمنطقة هذه تسمى منطقة الغلاف الجوي هذه من أدوات الاستشعار عن بعد ومكوناته سادسا الهدف تارغت وهو المادة ويمثل معالم سطح الأرض هي المادة المراد دراستها المادة المراد دراستها هو الهدف طيب وش المادة اللي يدرس أغربي أكثر الأحيان تدرس معالم سطح الأرض معالم سطح الأرض هي التي تدرس في أغلب الأحيان هل فيه أداة أخرى نعم سابعا أجهزة التحليل المعطيات والصور القمر الصناعي صور ارتدت من الأرض وجدت القمر الصناعي أرسلها للماسح الماسح درسها طيب من اللي يحللها يحللها جهاز يسمى الحاسب الآلي الحاسب الآلي هو الذي يحلل الهدف اللي جاي من المستشعرات اللي هي الأقمار الصناعية نرجع بشكل سريع نعدد لك أدوات الاستشعار مصادر طاقة قلنا طاقة شمسية طاقة الصناعية منصات ومركبات لحمل الأجهزة وتكون دائما على الأقمار الصناعية وعلى الطائرات جهاز الاستشعار وهو أداة تستقبل أشعة المنعكسة من المادة المدروسة وقسمنا المستشعرات الثلاثة تكلمنا عن المواسح وهي اللي يتصور المادة وترسلها إلى الجهزة الغلاف الجوي هو مكان لحركة الإرسال واستقبال الهدف التارغت وهو معالم سطح الأرض وهو المكان الذي يدرس عادة سطح الأرض مهما كان سطح الأرض طبيعي أو صناعي طبيعي أراضي طبيعية جبال أودية أو صناعي مدن شوارع شبكة مياه كهرباء طيب أجهزة كذلك تحلل المعطيات لحلل هذه كلها أجهزة تسمى الحاسب الآن هاي أدوات الاستشعار أنواع الاستشعار عن بعد له نوعين إما بحسب مصدر الطاقة أو بحسب طول الموجة صار عندنا أنواع الاستشعار أنواع الاستشعار عن بعد إما بحسب مصدر الطاقة أو بحسب طول الموجة طيب مصدر الطاقة تقسم أجهزة استشعار إلى نوعين المستشعرات الفعالة اكتفت سينزورز وهي التي تصدر أشعة الأضواء الظاهرة المدروسة مثل نظام الرادار إيش المكسود في مساء شرعات الفعالة القمر الصناعي زي ما حنا شايفين يرسل إلى الأرض يدرس منطقة على الأرض ويكون يرسلها بأشعة وهي تصدر أشعة لإضاءة الظاهرة المدروسة الظاهرة ترسل أشعة لإضاءة الظاهرة ومن ضمنها الرادار طيب النوع الثاني المستشعرات غير الفعالة وهي التي تستشعر الطاقة المنعكسة تستشعر الطاقة المنعكسة الشمس أصدر الطاقة الأرض ثم ترجع للقمر الصناعي تستشعرها ومثقة من الظاهرة المدروسة من الأرض عن طريق الشمس مثل المستشعرات المحمولة من قمر الصناعي سبوت سبوت يأخذ الأشعة المنعكسة من الشمس من الشمس صار عندنا هنا بحسب مصدر الطاقة وهي نوعين مستشعرات الفعالة ومستشعرات غير الفعالة الفعالة تصدر ضوء ترسلها إلى الظاهرة اللي هي الأرض ومستشعرات غير الفعالة تستقبل الأشعة الصادرة من الشمس المنعكسة على الظاهرة طيب من أنواعها كذلك بحسب طول الموجة الموجة لأشعة الكهرومغراطيسية طول الموجات لطالعة نوعين أشعة مرئية يمكن رؤيتها في الأجهزة وشعة غير مرئية تقاس بأجهزة متخصصة تسمى الأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء فصار عندنا هنا أنواع الاستشعار عن بعد بحسب مصدر الطاقة وبحسب طول الموجة واضح؟ هنطلع نقطة أخرى أشكال بيانات الاستشعار الجهاز لما يستقبل ليقيص الظاهرة اللي هي الأرض لا تتمثل نتكلم عن الألوان الآن أتكلم عن الألوان الألوان الأشكال بياناته لا تمثل صور الأقمار اللون الحقيقي للظواهر الطائرة لما تصور الأرض لا تعطي اللون الحقيقي لماذا؟ التي تمثلها أستحارة كما في قمر الألاندسات الأمريكي لا يعطيك اللون الحقيقي طيب وش يعطيني؟ إذا تعد بدمج عدة صور لون أسود ولون أبيض تدمجها مما بعض عن طريق أجهزة وبرامج تمر من خلال مرشحات صغيرة وتخرط باستعمال الإسقاطات اللونية خاصة طيب اشرح لنا؟ عندك مثلا نباتات الخضراء نبات أخذها طيب اللون غير طبيعي إذا انعكاسه إلى القمر تظهر الألوان غير طبيعية بمختلف درجات اللون الأحمر يطلع لك لون أحمر النباتات الخضراء تطلع لك لون أحمر عن طريق المستشعرات ثم ترشح مرشحات وتحاول تطلع على شكل تدرج من أحمر غامق إلى أحمر فاتح إلى أحمر فاتح مرة فيقول لك تطلع بألوان على حسب كثافة النبات الصخور والتربة إيش اللون يطلع فيها؟ تطلع بين تتراوح بين اللون البني والأصفر الماء الأزرق المياه المياه عندنا مياه عميقة ومياه مخوطة بتربة المياه العميقة تجي لون أسود حلنا نشوف الخرائط يجي لون أزرق غامق إلى مياه الأسود هذا مياه عميقة مياه العميقة محمولة بمواد عالقة أو ترسبات تجي لون أزرق ناصع هذا بالنسبة نبات صخور مياه طيب المدن إذا مستشعر صور الأرض على مدينة إيش يجي لونها؟ المدن والظوار الحضارية اللون يكون رمادي إلى لون أزرق مرة رمادي ومرة لون أزرق فصار عندنا أشكال البيانات الألوان تكلمنا عن نباتات الصخور المياه العميقة المياه فيها ترسبات والمدن والظواهر الحضارية الصور الجوية والفضائية وعلاقتها بالخرائط كلام هنا كثير نحاول نشرحها بشكل سريع يقول تعد أدوات يستعمل إنسان لحصول على البيانات مختلفة الظاهر الطبيعي وبشرية إلا أن طريقة عرض المعلومات وطريقة الحصول عليها تختلف باختلاف كل أداة من صور جوية أو فضائية أو خرائط أو خرائط كل واحدة لها مثلا الخرائط إداد الخرائط يحتاج إلى وقت أطول من تجهيز الصور نعم رسم الصور تلتقت بواسطة الطائرات هذه الصور الجوية الفضائية تلتقت بواسطة أقمار الصناعية مزودة بأجهزة الشعار طيب مفاتيح الخرائط لها مفاتيح الصور الجوية يكون التصوير من ارتفاعات منخفضة يكون ارتفاع منخفض الصور الفضائية من ارتفاعات مرتفعة جدا خارج الغلاف الجوي الخرائط لا توضح الظواهر توضح مجموعة معينة من التفصيلات تظهر معلومات غير مرئية كأسماء الظواهر ممكن خرائط ما تطلع ما تكدر تكتب الكلام هذا الصور الجوية لا نحتاج إلى مفتاح ورموز تظهر تفصيلات أكثر في الصور الجوية ممكن تفصل أكثر ولكنها غير دقيقة من الصور الفضائية الصور الفضائية أدق طيب خلنا نشوف الصور الفضائية تلتقط من مكان مرتفع جدا وتجمع معلومات دقيقة لمساحات واسعة تعد أفضل طريقة لمسح المناطق الكبيرة ورسم الماكن النائية عن طريق الصور الفضائية تأخذ مساحات كبيرة حتى لو أنها بعيدة عن البنيان ولا يستطيع الوصول إليها تسهم في تحديث المعلومات الخرائط الحالية دائما مطورة ودائما تتصور ودائما تترسل صار عندنا هنا الصور الجوية والفضائية اختلافات بينهم كذا واضح أدوات تكلمنا هنا أشكال بيانات نباتات الألوان تكلمنا هنا عن الصور الجوية والفضائية تلتقط بكاميرات تلتقط هنا أجهزة السشعار منطقة منخفضة منطقة مرتفعة جدا لا تحتاج إلى رموز تجمع معلومات في مساحات واسعة هنا غير دقيقة وهنا دقيقة جدا وتصور مكانات بعيدة كذا أنهينا درس المستشعرات الآن بنتكلم عن نظم المعلومات الجغرافية جي آي اس هذا الدرس الثاني نظم المعلومات الجغرافية جي آي اس حلنتكلم بكلامها يقول ظهرت ثورة المعلومات المعاصرة والحاسوب ظهرت كان أول ما فيه كان الآن تطور بداية تظهر معلومات الكمبيوتر والحاسوب وكان أول ذلك في السبعينات في السبعينات الميلادية طيب وزاد عدد الشركات في السبعينات وكان فيكندا بدأ بداية فيكندا كان بدأ فيكندا طيب لما نرى الزمن المجلة الثمانينات ايش اللي حصل شهدت زيادة في الميزانية المرصودة في الميزانيات المرصودة المتخصص للهيئات الحكومية والشركات الخاصة لنظم المعلومات الجغرافية اول شيء ظهرت في كندا عام الستة واربعين الاربع وستين سعمية والف في الثمينات زادت الميزانيات تطور الميزانية للشركات والهيئات وزاد المختصين وكذلك زاد المختصين وزاد المتخصصين وانخفضت أسعار الأجهزة هذا في الثمينات طيب لما جت التسعينات ايش اللي حصل اما حقبة التسعينات فقد شهدت تحسن في الحاسب والبرمجيات واماكن قيام البرامج واحد بأعمال كانت في الماضي في التسعينات صار برنامج واحد برنامج واحد يعطيك عمل أكثر من برنامج أكثر من برنامج في التسعينات والآن نشوف برنامج واحد صغير يعطينا يقوم ببرامج كثيرة هذا نظم المعلومات تعريفها هل نتكلم عن تصنيفها أول شي عندنا برامج الخرائط المعدة مقدما وهي تسمح لمن يستعملها برؤية من يريد معلومات برنامج تقدر تسمح لك أنك تشوف المعلومات وش فيه وش ما فيه ولكن لا تتيح لك بناء خريطة المكان الذي تريده لا تسمح لك هذا أول تصطيف برامج الخرائط المستعملة في الحاسب الثاني برامج تتيح لك لما يستعملها بناء خريطة هنا لا تتيح هنا تتيح أنك تسوي خريطة ولكن ما تسمح لك أنك تدمج أكثر من عنصر متعدة من الظوار ذات العلاقة تتيح لك أنك تسوي خريطة مثلا عن المياه فقط تتيح لك تسوي خريطة عن التضاريس فقط تتيح لك عن المباني ولكن ما تتيح لك أنك تدمج كذا عنصر طيب ثالثا برامج برنامج نظم المعلومات الجغرافية بنشرح الآن تتيح لك ربط عناصر خريطة بيانات متعددة في أماكن وترمزها بعد زي ما حنا شايفين هنا تحدد موقعك وترسله ويجيك الشخص إلى عندك عن طريق الشوارع إذا كان مقفرة من مقفرة بنايات أو دية جبال يوصلك إلى المكان اللي أنت تبه فصار عندنا برامج معدى مقدما لا تستطيع أن تعدل برامج تقدر تدخل الخريطة ولكن ما هي تحط أكثر من عنصر برامج نظم المعلومات الجغرافية هنتكلم الآن عن نظم المعلومات أن أعرفها وعن الرموز وهي نظام معلومات الجغرافية اللي هو Geographic Information Systems وهي نظام حاسوبي لجمع البيانات هذا التعريف التعريف وهي نظام حاسوبي لجمع البيانات ذات الطبيعة المكانية وإدارتها ومعالجتها وهي نظام حاسوبي لجمع البيانات ذات الطبيعة المكانية وإدارتها ومعالجتها طيب اشرح هنا ايش مقصود في المكانية المكانية كلمة تصب هذه البيانات معالم جغرافية طيب معالم مشي ممكن تكون غابات طبيعية أو معالم حضرية كالمباني أو شبكة خدمات زي الماء والكهرباء هذا المقصود بالمكاني ظاهر طبيعية أو ظواهر حضارية أو ظواهر شبكة خدمات طيب كيف المعالم هذه المعالم المكانية كيف توضع الخريطة كيف توضع احنا شفنا دخلنا جوجل ماب كيف تطلعنا الكلام هذا هيطلع لك اما على شكل نصوص او على شكل نقاط او على شكل خطوط او على شكل مظلعات او على شكل صور كيف تكون اما على شكل نصوص اسماء شوارع اسماء شوارع جوجل ما بيطلع لك اسماء شوارع او على شكل نقاط مواقع منزل مسجد او على شكل خطوط شبكات مياه شبكات طرق شبكات مواصلات عندك مظلعات ممكن يحدد لك الحي كامل بشكل خطوط او على شكل مظلعات او على شكل صور مثل صور فضائية او صور الخرائط فهذاك تجي بالطريقة هذه اما على شكل نصوص او على شكل نقاط او على شكل خطوط او مظلعات او صور صار هذا طريقة رسم تمثيل المعالم على شكل الرموز الاتية واضح الان هنطلع من من التعريف هذا التعريف هذا التعريف التعريف هو نظام حاسوبي لجمع البيانات ذات الطابع المكاني وادارتها ومعالجتها وادارتها ومعالجتها وتكلمنا عن المعالم هاي توضع على شكل رموز نصوص نقاط خطوط مظلعات وصور وهذا رسمة نظام الجي اي اس نظام المعلومات الجغرافية هنطلع الى تطبيقاتها يقول تعتمد تخصصات متعددة ومختلفة اتجاهات في نظام معلومات الجغرافية ودراسة بأدواتها هنتكلم اولا اولا هنتكلم عن ثانيا وحنتكلم كذلك عن ثالثا ورابعا اولا مجال حصر الموارد واستعمالات الاراضي حصر الموارد التي نجد دراستها كانت طبيعية وبشرية حصاء السكان توزيع خدمات هذا اول شيء ثانيا مجال انتاج الخرائط ثانيا انتاج الخرائط وتضم خرائط جغرافية وجولوجية مباني اراضي طبيعية مناخية مجال انتاج خرائط مجال الادارة ثالثا من هذه من من تطبيقات ادارة طيب ادارة وشي ادارة الهاتف وهي تشمل ادارة المواقع طيب مواقع وشي موانئ مراكز طوارئ ادارة مرافق وشبكات هاتف وادارة وادارة الكوارث والازمات زلازل وتلوث مجال ادارة طيب رابعا مجال التخطيط والتنمية مجال التخطيط والتنمية طيب وش تخطيط تخطيط المدن والتوزيعات الاستعمالات الاراضي والتحليل غيرها من الاماكن خلينشوف تطبيقات وضع المعلومات شوف عندنا هنا خريطة الخريطة النهائية هذه طبيعية هذه تضاريس هذه اللي هو المناخ هذه الشبكات هذه مواقع نهايتها تجي على شكل صورة منطقة كاملة وتراها تجي على شكل نقاط 21 45 يقول لك تخزن بيانات وظل معلومات جوارفية في اكثر من طبقة من نظام في اكثر من طبقة وذلك لماذا لماذا تخزن سؤال لماذا السؤال للطالب لماذا لماذا تخزن بيانات معلومات جوارفية في اكثر انطبقة ليش للتغلب على المشكلات التقنية الناشئة عن معالجة المقادير الكبيرة من المعلومات دفعة واحدة معلومات لدي معلومات كثيرة معلومات الكستمرز وستارت وعندنا طبقات الطبيعة والمدينة كلها على شكل طبقات لماذا معلومات كثيرة دفعة واحدة تجيني يجب انها على شكل شرائح على شكل شرائح وتخزن كلها بطريقة واحدة هنشوفنا المعلومات الجغرافية تتكون مجموعة من عناصر التألف والترابط معا بحيث تعطي نظام محدد يعمل لتحقيق اهداف محددة وهذه العناصر عندنا اول واحد الجهاز والثاني البرامج الحاسوبية ونشوف الثالث بيانات المعلوماتية ورابعا المستخدم الجهاز ما هو الجهاز وهي الاجهزة المستعملة لإدخال البيانات ومعالجتها وإخراجها جهاز حاسب الآلي نظر معلومات الجغرافية تستخدم عناصر اول شيء الجهاز وهي اجهزة مستعملة لإدخال البيانات ومعالجتها وإخراجها مثل الحاسب الآلي والاجهزة المرتبطة فيها لإدخال معلومات كالماسح الضوئي أو إخراج كالطابعات كالطابعات طيب ببرامج الحاسوبية ويقصد بها مجموعة ببرامج التي يتعامل بها داخل الجهاز الحاسب الآلي مع نظر المعلومات ومن أكبر برامج المستعملة في العالم لدينا ARC GIS وعندنا QGIS وجيو ميديا هذا الجهاز الثالث ثلاث أجهزة تستخدم في مستعملة في نظر المعلومات الجغرافية من أشهر الأجهزة طيب الثالثا البيانات أنا جتني أنا عندي أجهزة وعندي برامج ومعلومات كثيرة جاية أجهزة وعندي بيانات البيانات وتعرف بأنها حقائق تكون في أغلب على شكل أرقام أو حروف أو مجموعات وتصنف مصادر البيانات الجغرافية إلى أربعة مصادر رئيسية البيانات اللي جايتني عشان أوضعها عشان نحطها على شكل شرائح مقسمة على أربعة أول أما تجيني على شكل كتابية كتابية زي المطبوعات الحكومية تجيني مطبوعات حكومية أو كتب أو سجلات أو تجيني على شكل وثائق خرائط بأنواعها أو تجيني على شكل ميداني الذي يقوم بهالطبيعة جمع بيانات أو معلومات من الملاحظة أو القياس أو التصوير صار عندي واحد اثنين ثلاثة الرابع مصادر أخرى ما هي المصادر أخرى اللي أخذ منها البيانات والمعلومات الداة شبكات الانترنت شبكات الانترنت ممكن أن أخذ منها معلومات لأضيفها إلى شبكات إلى بيانات المعلومة المحطولية للجايس رابعا رابعا من رابعا من من المعلومات من العناصر أجهزة برامج حاسوبية بيانات ومعلومات رابعا المستخدم اليوزر الشخص الذي هو يعمل ويمثل الجانب الإنساني المستخدم يمثل الجانب الإنساني في نظم المعلومات الجغرافية فهو يتولى تحريك العناصر السابقة البيانات والأجهزة والبرامج الحاسوبية الإنسان هو الذي يشغلها كلها والعمل عليها والتفاعل معها بغرض بغرض معين بغرض معين صار عندنا هنا العناصر الأجهزة والبرامج الحاسوبية والداة البيانات والشخص المستخدم الذي يدير هذا الكلام بكذا أنهينا درسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر